السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقتكم بكل خير وسعادة تصريحات عاجلة من التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وفروق مالية تصل لعشر تلاف جنيه بأس الرجع بدون قضايا تعالوا نتعرف على المسندات وتفاصيل الخبر الأحباب الكرام زي ما قلت لحضراتكم هنبقى لحضراتكم من خلال التأمينات الاجتماعية والمعاشات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر وهل فيه تقديم أو لا والفروق المالية اللي هي عشر تلاف جنيه هتتصرف إزاي لأنها بأس الرجعي ودي بتكون بدون قضايا ونشوف المستند الدالة على ذلك بس يا ريت عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لما اللي هم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديد بكل ما هو جديد الأحباب الكرام في كل مكان خبرها يسعد الجميع جميع أصحاب المعاشات والورثة سواء بشأن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر أو الفروق المالية بالقانون رقم 16 عبارة عن 150 جنيه في المعاش فروق من 2017 حتى الآن تصل لأكثر من 10 تلاف جنيه وبدون قضايا ومعانا المستندات المؤيدة لذلك بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر نأمل منكم عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام بداية هنتعرف على تفاصيل مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر في بيان للتأمينات الاجتماعية والمعاشات حددت الموعد الرسمي لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 لناحو 11 مليون مواطن في مختلف أنحاء البلاد ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الهيئة بتوفير الدعم المالي للمستحقين وضمان حصولهم على مستحقاتهم الشهرية في مواعيدها المحددة وأوضح البيان أن عملية الصرف تكون من خلال جميع المنافذ المعتمدة وتم صرف معاشات أكتوبر على بضعة أيام بما في ذلك مكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد لتسهيل عملية الصرف وتخفيف الضغط على المستفيدين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في الأول من الشهر وذلك لنهو 11 مليون مستفيد ولن تعلن عن أي تبكير لعملية الصرف ليكون في موعدها الرسمي الأحباب الكرام أما عن الفروق 10 تلاف جنيه بأس الرجعي لأصحاب المعاشات والمستحقين لها فقد أصدرت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كتابها رقم 116 الصادر في 19-1-2023 والمتضمن بأنه لا مانع من تعميم ما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بالآتي هنشوف بقى المواد المادة الخمسة والسبعة والثمنة من القانون رقم 16 لسنة 2017 الصادر في 14-5-2017 بضم علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعليه يتعين صرف كافة المستحقات المالية لمن خرج معاش من المعلمين وما في مستواهم الخاضعين للقانون 155 بالتلبية والتعليم والخاضعين للقانون 156 بالأزهر الذين خرجوا معاش يتم صرف كافة المستحقات المالية على أساس المرتب في 17-2016 بداية من 2017 حتى 2024 كان هذا خبرنا العاجل انتظرونا مع أخبار جديدة أخرى على قناتكم هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته